هنروح للكرة الطائرة خلاص تم الإعلان النهائي مستر فرناندو منذ أعلن عن قائمة النهائية لمنتخب كرة الطائرة اللي هتشارك في أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين وفي هذه القائمة سبع لاعبين من النادي الأهلي وهو رقم كبير ينم عن قوة فرقتنا وعن يعني تأثير فرقتنا الكبير أنت عندك النهاردة سبع لاعبين من منتخب مصر من النادي الأهلي ده بيدل يعني دلالة كبيرة على قوة فرقتك مين هم السبع؟ حسامي يوسف أحمد عزب حمد عثمان عبد الرحمن السعودي محمد عصران عبد الرحمن الحسيني ووسيف عابد وعندك تلات أربعة بره المنتخب ممكن يخش المنتخب عندك عبدالله عبدالسلام أحمد صلاح عندك لاعبة كتير تنفع تكون جوى المنتخب ومستوى أهلها ولكن دي رؤية الجهاز الفني ومشروع الجهاز الفني وبالمناسبة خليني برضو أوضح لكم أن الجهاز الفني اللي بيقوده دلوقتي مستر فرناندو مونزو هو مدير فني نادي الأهلي والحقيقة لما أدى الأداء الكبير ده يعني مهندس أمر رئيس الاتحاد الكرة الطائرة ولجنة المنتخبات رأت أنه هو تتعاقت مع مستر فرناندو مونزو في أولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين والحقيقة هو وافق وسماح له طبعا نادي الأهلي أنه هو يقود منتخب مصر ودي حاجة يعني منتهية نادي الأهلي دايما أي حد بيطلب من المنتخبات دعمه أو كوادره بيبقى فورا تحت أمرهم يعني نادي الأهلي ما بيشتريتش أبدا كان ممكن نادي الأهلي يقولك لا أنا عايز المدير فني بتاعي يكون متفرغلي ولكن منتخب مصر هو الأساس هو الأصل مصر هي في النهاية احنا كلنا تحت مظلة الدولة المصرية والوطنية وكل شيء تحتم عليك أن أنت ما تبخلش أبدا من على منتخباتك بأي شيء فهنا النهار دا لما ياسر أمر أو المهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد طلب من النادي الأهلي أنه التعاقد أو الاتحاد يتعاقد خلال فترة الصيف أو الفترة اللي جاية مع فرناندو منذو خاصة أن مستر فرناندو عنده خبرة كبيرة مع أنه بيقود منتخب في نفس الوقت وفريق يعني هو مدير فني أسبانيا كان بيقود أحد الفرق الأوروبية الكبيرة فهو دايما عنده هذه الخبرة بيرى في يعني ينظم وقته بيبقى عنده رؤية جيدة سواء للنادي بتاعه ولما بينتقل إلى المنتخب بيكون عنده رؤية تانية فهو الحقيقة بيجيد هذا الرول أو هذا الدور جيدا مستر فرناندو منذو طيب منتخبنا الوطني كان يستعد للأولمبياد من خلال بعض المباريات فاس بو برونزيت كأس التحدي العالمي والتي تلعبت في الصين في الفترة اللي فاتت من خلال من 4 إلى 7 يوليو اللي احنا فيه كان لعب البطولة دي وخد البرونزية طبعا المركز تتبع تفوز على منتخب أوكرانيا 3-2 وجدت نتائج الأشواط كلوس جدا 21-25 و25-25 و25-17 و15-13 في الشوت الفيصل الخامس كل المباراة دي هتأويك أتصور أو أتوقع أن منتخب مصر كرة طائرة هيعمل مباراة جيدة في اللومبياد ولكن بتهيأ لي هو يكون بعيد عن تحقيق ميداليا أولمبيا الأقرب فريق زيما قلت هو فريق كرة اليد لمصر اللي ممكن يخش في الفرق قبل النهائي ويقترب ممكن وممكن لا ولكن هو أقرب فريق من خلال نتائجه السابقة سواء في الأولمبياد اللي فاتت انخذنا فيها رابع توكيو 2020 أو من خلال مشاركاته الدولية واحتكاكه بالفرق الكبير اللي هيقابلها أكيد في أولمبياد باريس 2024